موسيقى أهلا بكم أينما كنتم شاهدين الكرام إلى حلقة جديدة من صحافة المساء نتعرض فيها أبرز ما أوردته الصحف المحلية والعربية والعالمية عن اليمن موسيقى إذن نبدأ هذه الجولة من موقع المهرية نت الذي ركز في تقرير له على عملية النزيف التي تعانيها البيئة البحرية والشعب المرجانية والعبث بالطبيعة عبر استياد السلاحف البحرية والبرية المهددة بالانقراض بجزيرة سقطرة في ظل الهيمنة الإماراتية عليها يضيف الموقع أن السلاحف الصقرية أو ما يطلق عليها بحراس الجزيرة وغيرها من الأنواع التي تصل أعمارها لمئة عام رغم أنها تقوم على صحة الشعاب المرجانية وقتل القناديل السامة إلا أن ذلك لم يشفى لها من الاصطياد وباتت مهددة بالانقراض وعن الدور الإماراتي في الجزيرة يقول عدنان السقطر للموقع إنه منذ أربعة أعوام عانت الجزيرة من إحكام الإمارات سيطرتها على الأرخبيل وإهمال التنوع البيئي والطبيعي في الجزيرة ما شجع سكان على ارتكاب مجزارة في استياد السلاحف وبيعها وبحسب الموقع فإن مخاطر الصيد الجائر للسلاحف أدت إلى آثار مدمرة بدت ظاهرة على سواحل الجزيرة ما تسبب باختلال التوازن في التنوع البحري صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية نشرت تقريرا عن أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن سيوقع قرارات فور توليه المنصبة رسميا في العشرين من يناير من ضمنها السماح بدخول اليمنيين إلى الولايات المتحدة بعد أن كان ملغيا من قبل ترامب ووفقا للصحيفة فإن بايدن سيوقع قرارا يلغي حظر السفر على بعض البلدان الإسلامية من بينها اليمن والذي كان قد أمر به الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب في يناير 2017 وتلفت الصحيفة إلى أن الحدود والمنافذ الأمريكية لا تزال مغلقة منذ ثلاثة أعوام على مواطني سبع دول من بينها اليمن استخدام البيئة واستغلال النفط وغيرها من الثروات هي أحد الأساليب في الحروب إذ غالبا ما تكون البيئة ضحية لذلك الاستغلال كما هو حاصل في خزان صافر الذي يوشك على الانفجار وتتوقع بعض الدراسات بحسب موقع المشاهد نت استمرار آثار كارثة صافر في حال حدثت لثلاثة عقود مقبلة في اليمن وفي دول محابية له أستاذ البيئة والموارد الطبيعية بجامعة تعز أنور الشاذلي يعتبر أن الخزان بل يعتبر أن الخزان قنبلة موقوتة غير محمودة العواقب كونه سيخلف تدميرا للبيئة البحرية وتلوث الهواء بغاز الهيدروكربونات الذي يسبب سرطانات الجلد والجهاز التنفسي وأفاد الشاذلي أن تلوث البحر بالمركبات السامة التي سيكون مصدرها النفط سيؤدي إلى الإخلال بالنظام البيئي وحدوث مجموعة كارثة يمكن ملاحظة بعضها والسيطرة عليها وأخرى لن يمكن السيطرة عليها صلتت صحيفة الخليج أونلاين الضوء على تقرير نشرته مجلة فورين بوليسي عيث قال إن فوز مرشح الحزب الديمقراطي جو بايدن سيكون له تأثير على علاقة واشنطن بالرياض في ظل حربها المستمرة في اليمن منذ ست سنوات وهما سيؤدي لرفع الحصانة عن ولي عهد الرياض محمد بن سلمان ويرى التقرير أن بن سلمان كان يتمتع بحصانة في عهد ترامب بعدما أقنع الرئيس الأمريكي بأن السعودية على استعداد لشراء أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات وبحسب التقرير فإن فوز بايدن سيعني انتهاء عهد الحصانة وفتح سجل حقوق الإنسان داخل المملكة وفي اليمن وضاف التقرير أنه لطالما وصف بايدن السعودية بأنها منبوذة وناهض بشدة حرب السعودية في اليمن وحث على إعادة تقييم العلاقة بينها وبين واشنطن قالت منظمة جيمس تاون في تقرير لها إن الوجود السعودية في محافظة المهرى يهدد استقرار المحافظة وقد يدفع بسلطنة عمان المجاورة للتخلي عن حيادها من الصراع الجاري في اليمن ووفقا للتقرير الذي ترجمه الموقع بوست فإن عمان تشترك بحدود وعرة مع اليمن بطول 183 ميلا وتعتبر السلطنة محافظة المهرى حاجزا مهما بينها وبين الفوضى التي اجتاحت البلاد منذ ست سنوات ويلفت التقرير إلى أن المهرى كانت مستقرة طوال فترة الحرب إلا أن المطامع السعودية تشكل تهديدا لهذا الاستقرار بعد أن قامت وجودا عسكريا في العاصمة الغيظة ومنطقة حوف وهو ما قوبل باحتجاجات ومقاومة من الأهالي لما يعتبرونه احتلالا سعوديا لمحافظتهم التقرير أشار إلى أن السعودية تنظر للمهرة كبعد سراتيجي واقتصادي سيسمح لها بالوصول إلى خليج عدن حيث تحلم المملكة بإنشاء خط أنابيب عبر اليمن من شأنه أن يسمح لها بتقليل اعتمادها على مضيق هرموس تتواصل الإدانات لحملات التحريض التي يقوم بها الإعلام السعودي ضد الشيخ علي سالم الحريزي حيث دان مجلس الإنقاذ الوطني الجنوبي الحملة الإعلامية التي ينظمها التحالف السعودي الإماراتي ووصفها بأنها لا تمت للحقيقة بصلة بل وعارية عن الصحة بكل أنواعها بشكل كامل وضاف المجلس أن ما تقوم به هذه الجهة الممولة من السعودية والإمارات هي مجرد محاولات عقيمة لا تحمل غير الحق والكراهية لرموز وشخصيات قيادية يكن لها المجتمع المهري الاحترام والتقدير لمكانتها السياسية والاجتماعية والشعبية كافة البيان أفاد أن التحالف كرس الإعلام التحريضي على كل من ينادي بالحق والحرية والسلام وإلساق وخلق التهم والأكاذب الباطلة ولا سيما ضد الشيخ علي سالم الحريزي في محاولة تجاهل صارخ لكل أبناء المهرى أولا وأبناء الجنوب وكل الأحرار في اليمن تصاعدت التحذيرات الأممية في الأيام الأخيرة من خطر التفشي المجاعة في اليمن وذلك على وقع نقص التمويل الدولي للبرامج الإنسانية والإغاثية موقع الصحوة نيت أورد أن تحذيرات تجددت في أحدث بيان مشترك لمنظمة الأغذية والزراعة الفاو وبرنامج الأغذية العالمي حيث أكد البيان أن اليمن وثلاث دول أخرى معرضة لخطر المجاعة في السياق ذاته قالت كلوديا بو كبيرة مستشاري الأمن الغذائي في برنامج الأغذية العالمي إنه من بين عشرين منطقة شديدة التأثر هناك أربع مناطق نشعر بالقلق من أنها قد تواجه خطرا متزايدا بشأن الوقوع في براثن المجاعة برنامج الأغذية العالمي حذر من جانبه قبل أيام من أن ملايين اليمنيين محاطرون من الصراع والجوع وأن كلفة الأغذية الأساسية باتت أعلى من أي وقت مضى نهاية صحافة المساء شكرا لكم على طيب المتابعة إلى اللقاء اشتركوا في القناة